عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة تنفيذ قرارات ضبط الأسواق ومشروع الصوامع وسبل تطوير قطاع المطاحن وخلال الاجتماع أكد مدبولي أهمية توفر السلع المختلفة وهو ما يسهم في توزن الأسعار مشدداً على ضرورة متابعة تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة بشأن ضبط الأسواق وتحديد سبع سلع استراتيجية كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى القرار الذي صدر وينص على أن تلتزم الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع التي تم تحديدها بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمن البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلع وكمياتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وذلك طبقاً للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية